وانا داخل الهوى وده غير لنا كنتش هيلهولك وانا داخل الهوى جات لي معلومة ان اتحاد الكرة عنده بكرة قرارات في منتهى الاهمية بس بصراحة عشان مفتيش معرفش ايه هي القرارات داي هو فيه اجتماع مجلس بكرة كان هيطلعوا بيان النهاردة يعني كان فيه نية كده ان هم يطلعوا بيان بعد الازمة الاخيرة وكلادنبيرج واللي حصل واعتقد وكان فيه معلومة كمان ان الدكتور اشف صبح تواصل مع اتحاد الكرة في الساعة الاخيرة وطلب بضرورة انهاء كافة الازمات المستحقات المالية ومن ضمنها كيروش برضو يعني فيه تواصل حاليا يعني بعد الازمة اللي صدرها كلادنبيرج للإعلام الخارجي وصورة ما كانش حلوة اللي انت بتخاني عشان خطر مستحقات عشان مشاكل فبالتالي حصل تواصل ما بين استاذ جمال علام ودكتور اشف صبح والتحاد الكرة خلال الساعة الماضية لانهاء الكافة الازمات اللي اثرت اسمة كبيرة في الساعة الاخيرة فاستاذ جمال علام دعم اجلس قدارة تحاد الكرة في اجتماع بكرة انقدر نسميه يعني بكلم حد من اعضاء المجلس النهار ده من حوالي ساعتين كده بقول له اجتماعي رسمي ولا اجتماعي وده اللي مش عارف تسمي ايه ولكن في جلسة بكرة هيشوفوا موضوع كلادنبيرج هيشوفوا الاسماء المرشحة هيشوفوا بقى يعني استاذ جمال علام قال لمجلس القدارة كله لو في اي اسماء مرشحة لرئاسة لجنة والحكام من الحكام الأوروبيني السابقين كان له خبرات كبيرة جدا هيرشحوها بكرة وهيشوفوا موضوع لجنة الانضباط برضو من ضمن الحاجات اللي هيناقشوها بكرة. خلينا نقول برضو خلينا نقول حاجة مهمة يا سكريم ان كان في الفترة الأخيرة أو اليام الأخيرة دي كان في علاقة متوترة جدا جدا بين كلادن بيرج واتحاد الكورة وربطة الأندية الاجتماع الأخير اللي حطر في كلادن بيرج مع ربطة الأندية والتحاد الكورة كان اجتماع عاصف جدا جدا جدا. ايوة لا ما هو ده كان صيغة سؤال هسأله لك دلوقتي. خلينا سأل السؤال عشان الناس تفهم احنا ماشيين ازاي ايه هي الأسباب الأساسية او الرئيسية او بين كوسين المخفية اللي خلت لاتن بيرج يمشي من اتحاد الكورة او من رئاسة لجنة الحكام المصري. خلينا نقول نبدأ كده ان الراجل ده مشكلته كانت مع اتحاد الكورة عدم تواجده في مصر بشكل كامل اكتر حاجة اثارت ازمة كبيرة جدا لداخل اتحاد الكورة وربطة الاندية عدم تواجد كلادنبرج اطوال الفترة الاخيرة بشكل مستمر وده ما كانش اتفاق? خلي لا هو كان يقول له اللي هو يعني حتى هو الرد برضو خلينا نقول كان الرده ايه يعني حتى هما ما تكلموا خلي بالك. ربطة الاندية كان لها طلبات وطلبت حتى قالت ليه ووجهت سؤال لكلادنبرج وستاذ احمد دياب وجه له سؤال مو باشر ليه؟ انا ما بيجين فيه شكاوة للاندية انتم ما بتردوش علينا ليه؟ احنا ربطة الاندية مسؤولة عن ادارة الدوري احنا بنبقى مش عارفين نرد على الاندية نقول لهم ايه؟ هل ده صح الخطأ ده اللي حصل ده فعلا قررهم صح ولا قررهم غلق فكان فيه جدل كبير جدا واتحاد الكورة كمان كان يعني كان اجتماع عاصف وقال له لا لازم فين المعسكرات؟ فين تواجدك الفترة اللي فاتت دي؟ والرجل قال لهم انا جاي كده قال لهم انا جاي العقد اللي وقع معايا انا مستشار للجنة التحكيم وتطوير التحكيم انا مش رئيس لجنة حكام عاوزين تجيبوا تستعينوا برئيس لجنة حكام تعينوا من بكرة او من السعادة تجيبوا رئيس لجنة حكام مصر انا ما عنديش مالع انا مش جاي رئيس لجنة حكام انتوا عينتوني شوفوا العقد الموقع مبيني وما بينكم أنا مستشار أو مستشار لتطوير لجنة الحكام فبالتالي الراجل طلبه منه أنه هو يستمر خلال الفترة اللي جاي اتكلم في موضوع طبعا أنه هو بيتعرض لانتقادات كبيرة جدا والمفهود أن اتحاد الكورة يحميه والمفهود كان الراجل كان زعلان جدا في الاجتماع ده ولكن يعني ما كانش في رد مقنع من اتحاد الكورة أنه هو يقدر يحميه ازاي الراجل طبعا حس أن أيامه باتت معدودة داخل اتحاد الكورة لفترة اللي جاية فالراجل ايه يعني زي ما نقول كده ضرب كرسي في الكلوب وقال خلاص أنا أنا مش هستمر طبعا يعني موضوعا أنه هو فعلا أو تواصل مع السفارة أو فيه كانت هو تواصف مع السفارة البريطانية هنا وطبعا يعني الراجل كان مستقق جدا مستقق جدا من المعاملة مستقق جدا من الاجتماع خلينا نقول يا سكريم الراجل ده ما استمرش في مصر خمس سامع على بعضهم منذ توليه المهمة ما استمرش في مصر خمس سامع على بعضهم لدرجة هقول لحضرتك مفاجأة اتحاد الكورة ما كان بيعاوز يعرف كلادن برج موجود في مصر أو لا أنت عارف كان بيعمل ايه كان بيتصب بالريسبشن بتاع الفندق عشان يعرف الراجل ده موجود في مصر ولا أه يا سلام دي معلومة ودي معلومة من حد في اتحاد الكورة طب ونا بقولها لي تاني معلش حلوتها عايزك تقولها لي تاني اتحاد الكورة لما كان عاوز يعرف كلادن برج موجود في مصر ولا أه كان بيتصب بالريسبشن الفندق اللي هو متواجد فيه عشان يعرف رجل ده موجود في مصر ولا لا الله فطبعا الموضوع الله يعني الموضوع صعب جدا الله يعني لا دي حقيقة حاجة حاجة تبكي لا لا يعني وخلينا نقول واتدحك خلينا نقول برضو اتحاد الكرة برضو عنده مسئولية كبيرة في الموضوع ده انت ما تيجي تتعاقد مع خبير أجنبي لابد ان انت تحط في شريط التعاقد بتاعتك ان الرجل ده يتواجد بشكل مستمر ثانيا الجواز الصفر بتاع ده المفهود يبقى عندك بس اولا واضح جدا ويبدي بحسن معلوماتي اتحاد الكرة عارف ان كلاتنبرج مش هيجي مصر كتير وياخد أجهزات كتير كلاتنبرج عنده حق جدا ان هو العقد اللي بينهم ان هو يجي مستشار للتحكيم المصري مش رئيس لجنة الحكام احنا اللي عيننا رئيس لجنة حكام اتحاد الكرة ودي عز حقيقة عشان عشان وحرك عارف السيد احمد اكيد عارف عشان اشيل من على دماغي فكرة ان كل شو حد ينتقد ويهجم تحدي اخدوا يا جماعة كلاتنبرج هو رئيس لجنة الحكام مش تموه كنت معاك في حلقة هنا من حوالي اربع شهور او خمس شهور وقلتلك بالحرف الواحد الرجل ده جايبينه عشان خطر يهدوا الدنيا ويهدوا الاندية ما بحينا جبناك الخبيرة لدرجة ان شيء عضاء اتحاد الكرة يمكن زعلوا مني في الفينومية كنت انا معاك وزعلوا مني ويموني على وفعلا دي حقيقة اتحاد الكرة اخطأ في الموضوع ده اخطأ انت جيب حد فعلا ديبقى فيه شرط طاعة